رأي السنة الأمازيغية هذا واحد المطلب دي المجموعة دي الفعاليات والحساسيات المجتمعية وهو مطلب لهذه الحكومة كنت تعتبره بأنه من المطالب المهمة في مصار ترسيم الطابع الرسمي الأمازيغية وفي هذا ندوى الصحفية غير ما مرة يعني كنا نعبير على هذه الرغبة في الموضي فهذا ما صار هذا بهذه الجرعة جلالة الملك أعطى الأوامر دياله للحكومة والحكومة اليوم تفعل هذه المسألة الآن شنو تعمل في الأمازيغية خلال هاد السنة هاد السنة تقريبا هاد السنة ف نذكر مرة أخرى بأن هذه الندوى الصحفية هي الآن متاحة باللغة العربية ومتاحة أيضا باللغة الأمازيغية تعمل واحد المجهود على مستوى وتوفير الخدمة ديال الاستقبال في مجموعة ديال الإدارات حيث تم تخصيص حوالي 460 موظف مكلفين بالاستقبال هذا كلهم يتحدثون باللغة الأمازيغية للتواصل وتسهيل مأمورية على يعني تسهيل يعني الخدمات المرتفقين توفير خدمة الاستقبال الهاتف باللغة الأمازيغية في تسعة مراكز الاتصال اليوم كان مراكز تسعة مراكز الاتصال التي تصلنا كان لدينا الإمكانية لأننا نتكلم باللغة الأمازيغية وهذه المراكز هذه بالمناسبة تشهدوا إقبالا كبيرا جدا على اللغة الأمازيغية خاصة في بعض الخدمات توفير 63 مكلف بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية الإطلاق الرسمي لمشاريع متعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية وإدماجها في مختلف مناحي الحياة العامة إدراج اللغة الأمازيغية خلاص في التشوير وكذا هذا متاح في جميع القطاعات بدون استثناء وأيضا نزويد مركز الاتصال والتوجيه الإداري بالوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي للتواصل مع المكلفين بالتواصل الذي يتقنون اللغة الأمازيغية هذا يمكننا واحد العمل اللي هو بحال نعديل تشبيك باش هذه الخدمة هذه التوفر في جميع الإدارات توفير 200 وحدة معلوماتها حواسب محمولة وتابتة وآلة طباعة لفائدة المساعدات والمساعدين الاجتماعيين الذين تم تغضيفهم بوزارة العدل باش نسرلهم المأمورية دي للتواصل باللغة الأمازيغية توفير الترجمة الفورية في مختلف الأنشطة بما فيه هذا النشط فهذا التزام الدستوري تتشرف عليه تتقوم به بلدنا من أعلى مستوى طبعا بتوجهات من جلالة الملك والحكومة هذا الورش سوف يكون فيه بشكل متدريج